نظام صحي على وشك الانهيار هكذا وصفت المنظمات الدولية الأوضاع الصحية في اليمن هذه ليست مجرد توصيفات وحسب بل هي واقع كارثي انعكس على الوضع في اليمن جراء الحرب العبثية التي تشنها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح منذ قرابة عام ونصف الحرب الواسعة للميليشيا شملت استهدافا مباشرا للمدنيين والتواقم الطبية والمرافق الصحية واخرجت معظم المنظومة الطبية عن الخدمة منظمة الصحة العالمية وعبر ممثلها في اليمن أحمد شادول أكدت أن كثيرا من المرافق الصحية أصبحت متوقفة نتيجة نقص الوقود وانقطاع الكهرباء ونزوح الكادر الطبي وعدم توفر الأدوية والمستزمات الطبية أوضاع ساهمت الميليشيا في تفاقمها جراء الحرب التي تقودها خاصة في محافظة التعز حيث تسبب الحصار بإغلاق معظم منشآتها الصحية فيما تعرضت عدد منها للاستهداف المباشر منظمة اليونسيف هي الأخرى أكدت أنها رصدت توقف أكثر من 600 مرفق صحي عن العمل إلى جانب تسجيل 74 حالة اعتداء على الطواقم الطبية مشيرة إلى أن أكثر من 10 آلاف طفل توفو خلال عام 2015 بأمراض كان يمكن الوقاية منها وتشير تقديرات امرضمات دولية إلى أن نحو 15 مليون مواطن نصفهم أطفال باتوا يفتقرون إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية وذلك بسبب الحرب التي تشنها الميليشيا على عدد من المحافظات اشتركوا في القناة